والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلِّ على الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وجعلنا الله وإياكم منهم ومعهم بمنه وكرمه إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدع ثم أيها الإخوة أساتذةً ومديراً وأساتذةً وجميع هيئة التدريس والإخوة الطلاب في هذه الجامعة المباركة جامعة حائل وإنه لشرفٌ عظيم أن تنتشر هذه الجامعات في أرجاء المملكة لأننا بحاجةٍ إلى أبناءٍ بررة يدافعون هذه الشبهات الوافدة وهذه الأفكار المنحرفة التي تغزو بلادنا وليس لها بعد الله إلا أنتم أيها الإخوة الذين تدرسون ما يقاوم هذه الشبهات فأنتم أطباء الفكر وطب الفكر قد يكون أقدم من أو أقوى من طب الأبدان فأنتم في الحقيقة والشبكات التي يُنشَرُ فيها كلُّ ما هبَّ ودب من الأفكار وليس لها من يتصدَّى لها بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنتم وإخوانكم في الجامعات وأنتم على ثغرةٍ عظيمة من ثغور الإسلام فالجهاد كما يكون بالسلاح يكون بالحجة والبيان قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلُض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فجهاد الكفار يكون بالسلاح ويكون أيضاً بالحجة والبيان جاهد الكفار هذا بالسلاح والمنافقين هذا بالحجة والبيان والرد على شبهاتهم ودحظ مفترياتهم وأنتم والحمد لله تجندون أنفسكم لهذا الميدان مدافعين عن بلادكم وعقيدتكم ودينكم هذا الغزو الفكري الذي أصبح لا يقتصر على دعاة الضلال بل يغزو من خلال الأجوى والشبكات ويتمكَّن أعداء الإسلام في أي مكان أن يُرسِلُوا إليكم قذائف الأفكار فَاسْتَعِدُّوا وَأَعِدُّوا لِمُصَادَمَةَ هَذِهِ الْأَفْكَارُ وَمُقَارَعَتِهَا ولا شك أن الباطل لا يثبُت أمام الحق قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولكن الحق لا ينتصر بنفسه وإنما بحملته وقادته الذين يحملونه ويقاومون به الباطل ويدفعون به الشبهات فالحق ينتصر بإذن الله بحملته ووعاته وأنتم والحمد لله وإخوانكم في الجامعات الأخرى تُعدُّون أنفسكم لهذا الأمر وهذا فخر لكم وضعتم أنفسكم في أعلى المراتب ولكن اعرفوا مهمتكم واستعدوا لها فأنتم جنود الإسلام أنتم جنود الإسلام تدافعون عنه بالحجَّة والبيان وتدافعون عنه بالسلاح والحمد لله والحمد لله فالباطل منكم منكم يُعدُّ نفسه لهذا هذا الميدان استعينوا بالله واصبروا وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا واصبروا إن الأرض لله يُرِثُها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فلا شك أنه منذ أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض إلى يومنا هذا والمُداولات بين الحق والباطل والقائمة من جُند الشيطان وأعوانه ومن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانهم ولكن والحمد لله معنا سلاح فتاك ليس معهم ليس معهم إلا الكذب والشبهات ومعنا اليقينيات من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنا جنود الإسلام جُند الله قال الله جل وعلا وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَكُونُوا مِنْ جُنْدِ اللَّهُ وأنتم كذلك وَلَنْ يَغْلِبَكُمْ أَحَدُ بِإِذْنِ اللَّهُ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَنَحْنُ تنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد هذا هو سلاحنا الذي نقاوم به هذه الأفكار الوافدة والمبثوثة فلا يقاومها إلا أهل العلم وأهل الحق والبصيرة إلا أبناء الإسلام الذين نشأوا وتربَّوا عليه ودرسوا وتهيَّأوا لمقاومة الباطل ولمقاومة الشيطان وجنوده وجنوده الله جل وعلا جعل المُداولات بين الحق والباطل ابتلاءً وامتحانًا ليس الحق يعيش وحده في هذه الأرض ولكن اقتضت حكمة الله أن يكون هناك الباطل ليبتلي عباده ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يختبر يبلو يعني يختبر بعضكم ببعض فعلينا جميعاً أن نُعدَّ أنفسنا ونستعد لمقاومة هذا الغزو الكافر المُسلَّط على بلادنا وليس لَهُ وليس لَهُ وليس لَهُ بَعْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا أَبْنَاءُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَسَلَّحُونَ بِالْعِلْمِ النافع وبالحق الدامر للباطل أنتم الآن أعددتم أنفسكم في أشرف مكان في طلب العلم وطلب العلم يكون بالعلوم الشرعية ويكون بالعلوم المساندة له وكل طالب من أبناء المسلمين في أي فن وفي أي مكان فإنه جُندي لهذا الدين يُقاوم الباطل ويُدافع عن دينه وعن أمته وعن بلاده فالبلاد بأهلها والغزو مسلَّط عليكم ومتنوِّع ولكنه لا يثبُت أمام الحق أبداً والحق يحتاج إلى حمل يحتاج إلى حمل يحملونه فأنت لو مثلاً وضعت المصحف في بيت فإن فإن وجود المصحف في البيت لا يكفي يدخل السرّاق ويدخل المفسدون في البيت ولكن إذا كان هناك من يحمل المصحف حملاً صحيحاً ويقوم بما في المصحف من آيات الله البيّناث فإن الله جل وعلا يدفع أهل الشر بأهل العلم وكما جاء في الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ما تسلَّط الشيطان على قوم نوح وأوقعهم في الشرك إلا بعد ما مات العلماء يوم كان العلماء موجودين في قوم نوح ما كان الشيطان يتمكَّن من إضلال الناس ولكن لما مات العلماء ولكن لما مات العلماء دبَّ الشيطان إلى قوم نوح فأغراهم بالشرك فعلى المسلمين أن يتنبَّهوا لأنفسهم ليس المراد أن تتخرَّج من الجامعة أن تحمل الشهادة نعم هذه وسائل لكن الغاية أن تُدافع عن دينك أن تُدافع عن بلادك أن تُدافع عن أهلك وإخوانك هذا هو المقصود فأنتم تُهيِّؤون أنفسكم لحمل هذا الحق وحمل هذا السلاح سلاح الحج والبيان فأنتم في أشرف مكان إذا صدقت نياتكم وخلُصت أعمالكم فأنتم لن تُغلبوا بإذن الله لن تُغلبوا بإذن الله إذا صلحت النية وكان معكم استعدادٌ علمي فلن تُغلبوا بإذن الله وَلَوْ تَكَالَبَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْأَرْضِ الرسول صلى الله عليه وسلم هو شخصٌ واحد شخص واحد والأرض تموج بالكفر كل الأرض تموج بالكفر إما من أهل الكتاب الضالين وإما من المشركين وعبدة الأوثان قام الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قام وحده واجتمع عليه أصحابه الواحد تلو الآخر حتى أثخنوا أهل الأرض وفتحوا المشارق والمغارب وانتشر دين الله وبلغ مبلغ الليل والنهر قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رُحَماء بينهم تراهم رُكعًا سُجَّدًا يبتعون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذه صفتهم في التوراة المُنزَّل على موسى عليه الصلاة والسلام ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزُرَّاع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا زرعٍ أوله زرع أخرج شطأه فراخه فآزرته فراخه فاستوى على سوقه هكذا تكون المسلمون هكذا تكون المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة هي الطائفة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وهي موجودة في كل زمانٍ ومكان لكن قد تكون تارةً في المشرق وتارةً في المغرب وتارةً هنا وهناك لكنها موجودة والحمد لله إلى أن تقوم الساعة وذلك لتبقى حُجَّة الله على عباده ولا تنقطع ويكون هناك من يُدافع عن هذا الدين وينصُر هذا الدين فإذا تخلَّ عنه قومٌ جاء الله بآخرين وإن تتولَّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أسأل الله عز وجل أن ينصُر دينه ويُعليَ كلمته وأن ينصُر الحق وأهله وأن يدمغ الباطل وأهله إنه قريبٌ مُجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نشكر سماحة شيخنا على هذا البيان وهذا الكلام الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ها هنا أسئلة سماحة شيخنا منها هذا السؤال يقول وسائل التواصل الاجتماعي هل يُتلقَّى منها العلم وطلب العلم من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ونحو ذلك العلم لا يُوخَذ إلا عن أهل العلم لا يُوخَذ بالمُطالعة الكتب فقط ولو طالعت كتب الدنيا كلها لا تكون عالما قد تكون متعالما نعم متعالم لكن عالم لا العالم من يتلقَّى العلم عن أهله جيلا بعد جيل فالعلم لا يُوخَذ إلا عن العلماء إما في المساجد وإما في المدارس والمعاهد والكليات ولا يُوخَذ العلم من الكتب فقط بل قد يكون هذا ظلالاً كثيرٌ ممن ظلوا بسبب أنهم أخذوا علمهم عن الكتب والكتب فيها الحق والباطل وفيها الغز والسمين وفيها الصحيح وغير الصحيح ولا يُميِّز هذا إلا أهل العلم وأهل البصيرة الكتب أدوات الكتب أدوات إن حملها من يُتقِنُها نفع الله به ونصر به دينه وإن حملها من لا يُتقِنُها فإنها لا تكون هناك نتيجة محمودة أو قد تكون نتيجة عكسية فالعلم إنما يُتلقَّى عن أهل العلم جيلاً بعد جيل ولن تخلُو الأرض منهم بإذن الله طائفة منصورة على الحق إلى أن تقوم الساعة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الطريقة الشرعية في إنكار المنكر الذي يقع فيما نزعم من الحاكم الذي الذي يقع فيما نظن من الحاكم يا أخي الحاكم ما هم معصوم يقع منه شيء يقع منه بعض الأخطاء ولكن هذا لا يُجيز لنا أن نتناوله في المجالس وعلى المنابر لا يجوز هذا إنما إذا رأيت شيئاً من الخطأ إنك تأخذ بيده تأخذ بيد وله الأمر سراً وتناصحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده وتبين له فإن قبيل منك الحمد لله وإلا أنت أديت ما عليك أما أن تشهر بأخطاء الحكام وبأخطاء الولاة على المنابر هذه طريقة المنافقين طريقة أهل الضلال هذا ينشأ عنه ينشأ عنه الفتن بين الحاكم والمحكوم وقد ينشأ عنه غايات سيئة بالإسلام والمسلمين وإذا لم تتمكن من الأخذ بيده والإسرار إليه فإنك توصي من يصل إليه توصي من يصل إليه ويتصل به أو تكاتبه كتابة سرية مأمونة تصل إليه وأما بث الفتنة هو سب الحكام وتنقيص الحكام فهذا يحدث فتنة وشر ويحدث بلبلة ويفرح الكفار والمنافقون بمثل هذه الطريقة نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نحمي أنفسنا من الغزو الفكري بالعلم النافع لا تحمون أنفسكم من الغزو الفكري إلا بالعلم النافع والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والتلقي عن أهل العلم بهذا لن يقف أمامكم باطل أو شبه إلا وتدمغ إلا وتدمغونها بالحق الذي معكم والدليل الذي معكم هم ليس معهم إلا شبهات وأباطيل أنتم معكم حق ونور وبرهان من الله سبحانه وتعالى نعم هذا سؤال فقهي يقول هل يجوز الإفطار في شهر رمضان لمن كان في ديار الصوم فيها حوالي عشرين ساعة لمن لا يقدر أن يتم الفترة يجب على المسلم أن يصوم أن يصوم ولو كان النهار طويلاً في بعض البلاد لكن لو أنه عجز عن إتمام اليوم وخشي على نفسه فإنه يفطر وأما أنه يفطر من الأول ولا يصوم لا يصوم لكن إن أقدره الله وأتمه فالحمد لله وإن عجز عن إتمامه يفطر ويقضيه من أيام أخرى نعم هذا يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم نعم هذا حديث عظيم تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين عند الفتن لأن جماعة المسلمين وإمام المسلمين فيهم العصمة بإذن الله وفيهم النصرة بإذن الله وجماعة المسلمين وإمام المسلمين لهم هيبة ولهم مكانة أن تكون معهم أنت ولا تشذ عن جماعة المسلمين وإمام المسلمين نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأي فضيلتكم بمن يدافع عن الدين والعقيدة بالبرامج الإلكترونية والجوالات فقط المدافعة في كل شيء بحسبه تدافع مشافهة وتدافع بالخطب والمحاضرات وتدافع بوسائل الاتصال نعم لكن لمن عنده علم وبصيره يستطيع أن يبين ويقارع الحجة بالحجة نعم هذه سماحة الشيخ أسئلة كثيرة تكررت البارحة والآن وخلاصتها يسأل عن هو سم جماعات لكن بصفة عامة يعني ما هو الموقف من الجماعات المخالفة؟ نعم الموقف الشرعي من الجماعات المخالفة المخالفة؟ المخالفة العقيدة للسنة والجماعة الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا موقف العالم طالب العلم من هذه الجماعات هو يحمل حقاً وهم يحملون باطلاً ولا يجتمع الحق والباطل إلا ويزهق الله الباطل بالحق نعم أحسن الله إليكم يقول ما هو الواجب تجاه من يتهم مناهجنا بأنها أصل الفكر داعش وفكر الخوارج؟ نعم هناك منافقون يلصقون بالإسلام كل شيء ولهذا لما حصلت وقعة أحد بين المسلمين والمسلكين حصل على المسلمين ما حصل من الإبتلاء والامتحان قال قائلهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنها هنا قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتِب عليهم القتل إلى مضاجعهم ردَّ الله عليهم سبحانه وتعالى لو أن لنا من الأمر شيء يقول واحد من المنافقين ما قُتِلنها هنا فردَّ الله عليه بهذه الحجَّة العظيمة أن من قدَّر الله عليه الموت فإنه يسعى إلى المكان الذي سيُقتل فيه إن الموت الذي تفرُّون منه فإنه ملاقيكم أن تفر منه وهو ملاقيك زد دامك وقد تكون فرارك تذهب إلى الموت تذهب أنت إلى مكان مماتك ومنيتك فلا نجاة من الموت إنك ميت وإنهم ميتون فالموت لا فرار منه ولا بد منه لكن العبرة بماذا يكون عليه الموت على خاتمة حسنة أو خاتمة سيئة والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم يقول السائل حفظكم الله لا شك أن وجود الجامعات وأن انتشارها في كل مكان مطلب مهم ولكن التخصصات العلمية تطعى عليها أكثر من الشرعية التي عليها الحمل أكبر في رد الشبهات فما هو دور العلماء في الرأي المشورة في دعم الجامعات الجديدة بالكليات الشرعية مثلاً كلية إصول الدين أو كليات القرآن وكليات الشريعة وفقكم الله لمرضاته هذا موجود والحمد لله كليات الشريعة وكليات أصول الدين موجودة منفردة ومع الجامعات لا تكاد تخلو جامعة من كلية شريعة كلية أصول الدين ولا بلازم كل جامعة كل جامعة يكون فيها لا يكفي أن يوجد في غالب الجامعات هذا الشيء نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل ندرس كتاب الطحاوية مع أن أبا حنيفة يرمى بالإرجاء؟ يا أخي أبا حنيفة ما يرمى بالإرجاء من أئمة أهل السنة والجماعة؟ وهو أقدم الأئمة الأربعة رحمه الله ما عنده إرجاء بمعنى الإرجاء المذموم؟ إنما عنده بعض الشيء لكن هذا أمر سهل والحمد لله ولا يخرجه ذلك عن كونه من أهل السنة والجماعة أما أهل الإرجاء التام فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة نعم أيضا هذا السائل يقول يعني في مواجهة أهل الأهواء والضلال يقول كيف نعامل أهل الأهواء والضلال؟ إذا كان عندك علم فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هكذا وأنت لا تهدي الناس وإنما تبين للناس والهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأنت عليك البيان والهداية بيد الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هناك من لا يتكلم عن داعش ويقول لا يصح أن نتكلم عنهم فهذه فتنة دعوهما لتتكلموا فيهم لا بد يبين الباطل من داعش وغيرها إذا سكتنا عن بيان الباطل استشرى وانتشر وإذا قاومناه وعرف أهله أن هناك من يترصد لهم انكفوا واندحروا لا ما نترك هذا المجال لكن ما يقوم بهذا إلا أهل العلم المسلحون بالعلم والحجة والبيان نعم أيضا السائل يقول عندنا في هذه الجامعة طلاب المنح من دول شتى ما هو الواجب تجاههم وما هي مسؤوليتهم الواجب أن تبينوا لهم وأن ترشدوهم هم جاءوا إليكم كان الواجب أن تذهبوا إليهم والحمد لله جاءوا إليكم فليس لكم عذر في أن تبينوا لهم وتوضحوا لهم المنهج السليم والجادة الحق هذه فرصة ليرجعوا إلى بلادهم دعاة إلى الله وموجهين ومرشدين وما كان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني ما هو كلهم يذهبون لتعلمون ما هو كل المسلمين لكن ينفر منهم خواص وطوائف تتلقى الحق وتذهب إلى بلادها وتبين لأهلها هذا الشيء الذي تعلموه وبهذا ينتشر العلم تنتشر العقيدة الصحيحة والحمد لله نعم عندنا بعض الطالبات الآن يستمعن ولديهم أسئلة يعني ملفوضة تفضل الأخوات سؤال من بعض الطالبات تقول بعض الناس الذين نعدهم من الصالحين والله حسيبهم يقع في أعراض الحكام ويخوض في أمور السياسة بالحجة والبرهان بل ويجمع حوله الناس ويؤثر بهم بداعي إنكار المنكر ونصرة الحق فما العمل معه وما هي رسالتكم التي ترسلها له أقول هذا هو المنكر الوقوع في الحكام حكام المسلمين ونشر أخطاءهم هذا هو المنكر وهذا فعل الخوارج وليس فعل أهل السنة والجماعة فعل أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون ولاة الأمور في طاعة الله ولا ينشرون أخطاءهم وأما مناصحتهم سرا فهذا إذا أمكن فإنه واجب وأما نشر هذا هذا ما يجدي شيئا إذا تكلمت في أخطاء الحكام على المنابر في المجالس فهذا لا يجدي شيئا وإنما يحدث الفتنة والشقاق وتفريق الكلمة وهذه هي المنكرات هذا هو المنكر ويجعم أن ينكر المنكر وفعله هذا هو المنكر نعم نعم سؤال آخر سؤال من طالبة هل ترك مراجعة القرآن لكثرة الأجزاء يأثم صاحبه؟ نعم هل ترك مراجعة الحفظ حفظ القرآن لكثرة الأجزاء يأثم صاحبه؟ القرآن يراجع حسب الإمكان حسب القدرة يجعل له حصة من اليوم والليلة ولو ساعة أو نصف ساعة يجعل له وفيها بركة إذا حافظت عليها وتابعتها فيها بركة نعم نعم سؤال آخر سؤال الأخير هل من وصية لطالبات الجامعة؟ نعم نوصيهن بتقوى الله عز وجل والستر والاحتشام وطلب العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل والعناية ببيوتهن وأبنائهن في البيت قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع ضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذا أمر للوالدين لأن أولادك أهب جاين ولي الأمر لمهم في بيتك ولأهب جاين هيئة الأمر بالمعروف إلى بيتك أنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتك يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فعليك بأهل بيتك على الأم على الوالد والوالدة العناية بأولادهم في بيوتهم يأمرونهم بالصلاة لسبع سبع سنين إذا دخل سنة تمييز وعرف يؤمر بالصلاة مجرد أمر وأما إذا بلغ العشر فإنه يُضرب على ترك الصلاة ضرباً وتأديباً فالله حمل الوالدين مسؤولية أولادهم في بيوتهم نعم نعم